السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبركم ايه? النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة كده سريعة وبسيطة وسهلة واللهي جدا. مش هتاخد منك وقت هتخلص بسرعة ونتجتها حلوة جدا. زي ما انت شايفين. دي انا نساية. شكده? دي انا نساية. اه طبعا ميدالية. اه تعليقها. اي حاجة ممكن تستخدميها كلعبة للاطفال. اي حاجة. اه دي كور. حاجات كتير ممكن تستخدميها. ممكن نعمل مع بعض كده سلسلة فواكه. لو حابين يعني. اه انا بدأت بالانانساية دي. اه هنبدأ على طول. طبعا انا يعني زي ما احنا متفاقين كل الشغل بتاعنا بيكون ببواء خيوط. دي بواء خيوط عندي يا جماعة. ما بشتريش خيوط. اه مخصوص للحاجات الصغن هنا دي. بتبقى بواء خيوط اه بنستخدمها. اه بنعمل بها حاجات بتبقى جميلة. النتيجة بتاعتها بتبقى حلوة. اه ده طبعا الاتنين دول اللي انا هشتغل بهم دول. اه طبعا هستخدم للاليس دي طبعا صغائي رفيع. اه ابرة رقم واحد ونص. اه وعلى حسب طبعا الخيط اتستخدمي اه الرقم الابرة. اه هنقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنلف لفتين كده على قدين عشان نعمل دايرة سحرية. عشان اه يعني ايه اه نشوف هنبدأ الشغل بتاعنا ازاي. اه بسم الله. اول الحاجة بنبتدي بغرزة حشو بنقفلها. هي مجرد افلة كده. افلة. وبعد كده برفعها بشدها الفوق. دي اللي هي الغرزة المنتفخة يا جماعة. وبعمل خمس لفات. دول خمس لفات. بعمل خمس لفات اللي هي المنتفخة بعملها من خمس لفات في الصف ده. تمام? وبعدين بقفل. بقفل كده. اول آآ اول غرزة. بعد كده باخد سلسلاية. ونفس القصة بنقررها تاني آآ خمس آآ آآ يعني هي ايه عمويد. ممكن نقول عمدان. بس ما بنقفلهمش. بنشيل خمس بنشد خمس عمدان آآ آآ وبعد كده بنقوم قفلهم قفلة واحدة. كده اهو بالشكل اللي انتو شايفينه ده. اهو. دي غرزة ايه افشارة ولا منتفخة مش عارفة الحقيقة. آآ عموما هنعمل من الوحدات دي هنعمل عشر وحدات. هنعمل عشر وحدات. انا كده في رقم تلاتة. آآ آآ هعمل هعمل السبع البقيين. هعمل السبع البقيين. وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. طبعا كل ده دايرة السحرية بتاعتنا. خلاص. بنعمل ما بينهم سلسلة. بين كل آآ آآ واحدة بنعمل آآ آآ سلسلاية. خلاص. دي رقم اربعة يا جماعة هي بقررها قدامكم برضو. عشان اللي ما عندوش خلفية بالغرزة آآ آآ دي شكلها. وبعدين سلسلاية وهكزا. لسه ست غرز. لسه ست غرز بالطريقة دي. هخلصهم وارجع لكم. آآ آآ أنا خلصت العشرة. طبعا هشد الفتلة بتاعتي خالص. هشدها خالص كده هون. اللي هي بتاعت الدايرة السحرية. وبعد كده بشبك في الغرزة. بداية الغرزة اللي أنا بدأتها. اهآ بشبك فيها. اهو الشغل بتاعي بمنزلقة خلاص كده ده اول صف احنا اشتغلناه بصو ده اول صف اهو احنا اشتغلناه طيب بعد كده هنيجي في الفتحة الفتحة اللي هي بتاعت السلسلية اهي اللي احنا عملناها تحت السلسلية خلاص وبنطلع بغرزة حشو وبنشد وبنشد ايوة بالشكل ده ها بنشد خلاص وبعدين من نفس الفتحة المرة دي بحط ست عمدان ستة خلاص انا تحت كنت بعمل خمسة من بداية الدور ده انا بعمل ستة تمام بعمل ستة ده الفرق بين الصف ده والصف الاولاني اللي تحت تحت كنت بعمل الخمسة وبقفل هنا بعمل ستة وبقفل وبردو هقفل بسلسلية تمام بسلسلية خلاص وفي كل فتحة سلسلة من اللي احنا سيبنها تحت بنعمل نفس الحكاية اهو بنعمل نفس الحكاية بنعمل ست عمدان مش مقفولين عشان تدينا غرزة منتفخة تمام هنكمل مع بعض بالشكل ده احنا خلصنا الصف رقم اتنين هنبدأ في الصف رقم تلاتة هو مفروض احنا الانانسية بتبقى عبارة عن اربع صفوف احنا داخلين دلوقتي على الصف رقم تلاتة رقم تلاتة وبردو بنشتغل في قلب السلسلية اللي من تحت وبردو بنشتغل ست غرز آآ منتفق سوري آآ ست عمدان ست عمدان علشان نعمل بيهم غرزة آآ غرزة منتفخة بالشكل ده اهو زي تحت ست عمدان ست عمدان اهو وبعدين وبقفل طبعا وبعدين المرة دي بنعمل اتنين سلسلة السطر ده بنعمل اتنين سلسلة ما بين كل غرزة وغرزة خلاص يبقى نفس الحكاية بنكررها آآ ست عمدان وبنقفلهم مع بعض وبعدين بعد الست عمدان آآ بنعمل الفرق بينهم آآ اتنين آآ غرزة سلسلة تمام طبعا آآ آآ هنكمل برضو الصف مفهوش اي حاجة خالص زي الصفين اللي تحت بس بتفرق بس يعني فرقة المرة دي في السلسلية الزيادة آآ هنبدأ آآ الدور الرابع مفروض ده الدور الاخير آآ هنبدأ آآ بالدور الرابع برضو هنمشي بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين فيها بنروح عند الفتحة بتاعة السلاسل بالشكل ده هو بنقفل بغرزة حشو وبعدين بنعمل نفس الحكاية ست آآ آآ وحدات او ست آآ آآ عمدان وبنقفلهم مع بعض تمام آآ 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 بنقفل اهو بالشكل ده وبعدين بنرجع تاني نعمل غرزة آآ آآ سلسلة بنرجع تاني نعمل غرزة سلسلة يعني الدور اللي في النص ده الوحيد اللي اتنين سلسلة بعد كده احنا بنعمل في الدور ده واحد سلسلة واحدة سلسلة بس آآ كده خلصنا الاربع سفوف غرز آآ آآ منتفخة آآ بعد كده آآ طبعا بحتة فيبر علشان نحشيها نحشيها بفيبر بقى بقطنة بأي حاجة مرتاحة عندك آآ 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 بواحدة سلسلة بعد ذلك سوف نعمل غرز حشو قد نعمل سلسلة في النص سوف نقفل غرز حشو قد نعمل غرز حشو الآن قد توقف المناطقه على در اض� اسنطل مقرفها بعد ذلك لاضgas حشو بالنعمل غرز حشو قد نعمل غرز حشو قد نعمل فدر للخطة نعمل غرز حشو كل جدا ونعمل الآن حبيانbuilt وبنعمل الآن اللي بعدها. اهي دي اخر حاجة مفروض. وهقفلها بقى بمنزلقة. تمام? اهو. دي كده ها? قفلنا جسم الانانساية من تحت. كده قفلناها. خلاص? كده احنا قفلناها. كده احنا خلصنا آآ الشغل باللون الاصفر. هنقص بقى الخيطة بتاعتنا. هنقصها. وهنبدأ بقى نشتغل في البتاع اللي هي اللي طلعها لها دي. الوردية الخضرة بتاعتها دي. هنبدأ نشتغلها مع بعض. خلاص? انا كده خلصت الجسم بتاع الانانساية. اهو. طبعا الالوان بقى اللي انت حاب تعمليها. آآ كل واحد وخياله بقى. انا نساية حامرة وانا نساية زرقة براحتك يعني. آآ فانا بصوا اه طبعا انا استخدمت الكزا نوع خيط دي الاسديفا. والتانية برضو الاسديفا اللي هي الفوشية دي. ولكن البرطقاني دي كانت آآ اناكو ستان. تمام? آآ هشتغل بقى بتاع بتاعتها دي. الكوشة اللي فوق اللي انت شايفينها دي. آآ هبدأ آآ اشتغل طبعا باللون الاخضر. اي لون اخضر عندك مش مشكلة يعني انا عاملة التانية دي اللي هي بنكو ستان بلون مختلف اخضر بس درجة تانية مفيش مشاكل. بصوا انا بشتغل منين? بصوا انا بشتغل منين? اهي. بشتغل من الفتاحات اللي بتاعت السلاسل اللي بوست في وسط المنتفخات. بس آآ هحاول ازبط ايدي واشتغل ست وحدات. ست وحدات. خلاص? اهو. بصوا. هشتغل نفس غرزة المنتفخة اللي انا اشتغلتها تحت. نفس غرزة المنتفخة اللي انا اشتغلتها تحت. آآ بشتغل خمسة. تمام? بشتغل خمس آآ عمدان. بشتغل خمس عمدان مش ستة زي اول دور. خلاص? عملنا اهو اول غرزة منتفخة. باخد سلسلية. تمام? هنطلع من نفس المكان اللي احنا فيه وهنعمل منتفخة تانية فوقها. تمام? بنعمل منتفخة تانية فوقها. وبنحط برضو خمس آآ عمدان. وبنقفلهم مع بعض آآ بالشكل ده هون. آآ بنقفلها هون. وبعد كده بنطلع ب تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبنقفلهم. وبنقفلهم بمنزلقة. تلت سلاسل وبنقفلهم بمنزلقة. خلاص? بعد كده بعمل تلت سلاسل تانين وبنيجي في المكان اللي في النص بين الاتنين منتفخات. وبقفل بمنزلقة. خلاص? بعد كده بعمل تلت سلاسل تانين وبنزل اقفلهم في نفس الفتحة بتاعة بداية المنتفخة اللي تحت. اهو. في نفس الغرزة. بس. خلاص? دي شكل الوردية اللي فوق الانانساية دي. خلاص? طيب. انا حاول ازبط ايدي على اساس ان انا ما بعملهاش ورا بعض ورا بعض عشان يبقوا عشرة. هو من تحته طبعا في عشرة. لأ انا هزبطها على اساس ان انا اعمل ستة. هزبطها على اساس ان انا اعمل ستة وحدات من اللي انت شايفينهم دول. اهو. ببدأ بخمس عمدان وبقفلهم او بمنتفخاية. اها. بمنتفخاية. خلاص. ازبط بس الدنيا معي. اهو. كده اتنين. اهو. كده تلاتة. اربعة. اهو. خمسة. وبقفل. بقفل اهو. بالشكل ده اهو. الابرة السلتة مينة معلش. وبعد كده بعمل غرزة سلسلاية وبطلع 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 وبعمل في نفس المنتفخاية اللي تحت. بطلع بمنتفخاية من فوقها. تمام? يبقى اتنين فوق بعض. بالشكل ده اهو. اتنين. وآآ نكمل بقى. نكمل. اهو. نكمل الشغل بتاعنا. آآآ طبعا آآ هعيد معاكم حتة السلاسل دي. اهو. انا عملت اتنين منتفخات آآآ فوق بعض. تلات سلاسل وبقفل بمنزلقة في نفس الغرزة اللي انا طلعت منها بالتلات سلاسل. وبعدين تلات سلاسل تانين وبقفل في الآآآ غرزة اللي ما بينهم. وبعدين تلات سلاسل تانين وبقفل في نفس الفتحة اللي انا طلعت منها وهكزا. اتفقنا. هعمل من من الوحدات دي ستة. انا كده عملت اتنين. آآ مفروض اعمل كمان آآ اربعة. خلاص. انا بزبطهم على حسب ايه دي. يعني ايه? انا اللي بزبطهم كده بالايه? بالايمة يعني. اخدين بالكم. اهو. آآ بعمل آآ آآ رقم تلاتة. المهم ان انا هكملهم آآ ست آآ ست آآ وحدات بالشكل ده. خلاص. هنكمل ونرجع مع بعض. نشوف شكلها هيبقى ايه. آآ كده انا خلصت الست وحدات. اهم. ستة. واحنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اهم. آآ آآ بعد كده آآ انا طبعا اعملها آآ كميداليا. خلاص. انا هعملها كميداليا. فعلشان طبعا اعمل لازم اعمل مكان للدلاية. طيب ابدأ بآآ اعمل مكان انا طبعا ما انا خلصت اخر واحدة. بشتغل ست غرز سلاسل. ست غرز سلسلة. ست غرزات سلسلة. اهو. ستة. تمام. عملت ستة هم. وبعدين هجيب الدلاية بتاعتي او الميداليا بتاعتي. وبشتغل فيها اهو. سلسلة بالشكل ده. خلاص. وبعد كده بعمل ست سلاسل تانيين. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. خلاص. ومن الاتجاه التاني هاجي من الاتجاه التاني اللي اصاد ما انا بدأت اهو بالشكل ده. وهقفل آآ الشغل بتاعي. وبس كده. بس كده. دي شكل الميداليا بتاعتي النهاردة. اهي. خلاص. ازبط طبعا الشغل بتاعي اهو. وانضف بقى الفتلات الزايدة والحاجات دي خالص. انا نضبها خالص. بالشكل ده اهو. وتقريبا كده احنا خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. آآ يلا شجعوني بقى. انا ما انا بحبش اطلب والله العظيم. انا ما بحبش اطلب بس بجد اليوتيوب محتاج محتاج تشجيع يا جماعة. آآ الفيديوهات آآ بتعفيهم جدا والله ربنا العالم. محتاج اشوف رد فعل الله يكرمكم. آآ از عجبكم الفيديو. از عجبكم الفيديو هنقول زي الناس اللي بتقول. لايك. اقل لحاجة. لو قادرة تكتبي لي تعليق يا ريت. يبقى جزاك الله كل خير. آآ ده بيعلي بتاع القناة. لو آآ عملتوا معي يعني ايه? آآ تفاعلات. كده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا هون. آآ كده عملنا التلات آآ اشكال دول. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا كان سهل وسريع وبسيط وعجبكو. واهم من اي حاجة ما تنسونيش من صالح دعائكو. دايما يعني ده اللي انا بحتاجه اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.